مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية معروفة لكثرة المهرجانات الثقافية والتنوعها من أهمها المهرجان الصيني فبعد توقف لمدة سانتين بسبب وباء كورونا يستعد الحي الصيني هنا لعودة هذا المهرجان الشهير الذي يقام بمناسبة رأس سنة الصينية إنه أمر مثير حقا ويبعث على الدفئ وقد طال انتظاره أعتقد أن الناس متحمسون حقا ولا يمكنهم انتظار حتى تعود الحياة إلى طبيعتها لذا نأمل أن يكون هذا الحدث بداية عودة الحياة الطبيعية على بعد أمتار من هنا يجتهد مدير المهرجان ومساعدوه على إكمال التحضيرات لهذه التظاهرة ويأمل أن يكون المهرجان أكثر زخما هذه السنة كما قلت فإن عام 2020 هو العام الأخير الذي احتفلت فيه سان فرانسيسكو بالمهرجان ثم أغلقت المدينة بسبب الوباء نأمل أن تكون هناك عودة كبيرة هذه السنة السنة الصينية الجديدة هي واحدة من أكبر الأحداث الثقافية الصينية يتم تحديد تاريخها من خلال مراحل القمر وتتغير كل عام وتوافق بدايتها هذه السنة الأول من فبراير السنة الصينية الجديدة تعبر عن بدايات جديدة تجتمع الأسرة معا ويتحد المجتمع هناك الكثير من الأمل والحظ السعيد للجميع إنه وقت إيجابي جدا من العام بالنسبة لنا عادة ما تبدأ الاحتفالات في مهرجان سان فرانسيسكو بمعرض الظهور لتنطلق بعدها النشاطات الأخرى مثل الفرق الموسيقية والرقص وغيرها وهو ما يبرز مدى تنوع الثقافة الصينية ترجمة نانسي قنقر